فلسطين تقدم وثائق الانضمام للمحكمة الجنائية المشنوق بعد لقائه مطر واضح أن المفاوضات متقدمة معادة متراجعة ومعادة بردي مثل الأول التعازي في معرض رشيد كرامي بالراحل عمر كرامي موسيقى أهلا بكم مع ما تشهده البلاد من برودة في الطقس عادت الحرارة إلى الحراك السياسي ولو من باب زيارات التهنئة وعليه فقد تنبأ وزير الداخلية نهاد المشنوق من مترانية بيروت للموارنة بمستقبل ممتاز للبنان وأعلن عن تقدم في ملف العسكريين المخطفين ليعلنه اليوم بانتظار التصور النهائي حوله المشنوق أكمل جولته باتجاه بعبدة حيث زار الرئيس السابق ميشيل سليمان مطلعا إياه على المراحل التي قطعها العمل لحل قضية العسكريين أما صحة الملك السعودي فاطمأن عليها سليمان من السفير السعودي في بيروت علي عواض العسيري المتران بولوس مطر يلتقي وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي يعلن عن تقدم في ملف العسكريين المخطفين زار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق المتران بولوس مطر في مطرانية بيروت للموارنة للمعايدة بعيد الميلاد ورأس السنة مؤكدا أن اللقاء تناول الاستحقاق الرئاسي ومشيرا إلى تقدم في ملف العسكريين المخطفين طبعا البحث أولا ودائما هو باكتمال النصاب الدستوري وانتخاب رئيس الجمهورية وهذا مسعى كلنا عم نقوم فيه والحمد لله سيادة المطران متفائل وبتمنى أنه متفائله بينعكس على اللبنانيين جميعا بالأعياد وكل أيام السنة مع الوزير هل من جديد لأسعادية العسكريين المخطفين وخصوصا كانوا بقى أبدوا كثيرا إجيبيات فيه تقدم جدي غير معلال وما رح نعلنه لما بتم الاتفاق على أي تصور نهائي بنعلنه إن شاء الله المهم أنه واضح أن المفاوضات متقدمة مع عدة متراجعة ومع عدة بردي مثل الأول وأشار المشنوق إلى أن العمل بخطة السير الجديدة بحاجة إلى بعض الوقت مع وجود نحو 300 ألف سيارة أجنبية بشكل دائم على الطرقات اللبنانية سليمان يدعو إلى التمسك بتعليم الإسلام ويطلع من المشنوق على مراحل قضية العمل للإفراج عن العسكريين أمل الرئيس السابق العماد ميشيل سليمان أن يحمل العام الجديد بشائر إنجاز الاستحقاقات الدستورية وعلى رأسها انتخاب رئيسا للجمهورية بأسرع وقت ممكن ويشدد خلال استقباله وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على أهمية الحوار المبني على الشفافية لمواجهة الأخطار المحدقة والتحديات الدستورية منها والأمنية مشيدا بالتدابير والإجراءات التي اتخذتها الأجهزة العسكرية والأمنية لضمان سلامة المواطنين خلال الأعياد واطلع سليمان من المشنوق على المراحل التي قطعتها قضية العمل على الإفراج عن العسكريين المختطفين وبحث سليمان مع سفير السعودية علي عواض العسيري في العلاقات الثنائية والأوضاع في لبنان والمنطقة كما اطمأن إلى صحة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وللغاية عينها أبرق سليمان إلى الملك عبد الله متمنيا له الشفاء العجل من وعكته الصحية كما اتصل بولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز والأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وتوجه سليمان إلى اللبنانيين والمسلمين في كل أنحاء العالم بالتهنئة بحلول عيد المولد النبوي الشريف وتمنيا أن تحمل هذه المناسبة الخير والسلام داعيا إلى التمسك بتعاليم الإسلام الذي هو دين الاعتدال والتسامح السفير السوري في بيروت علي عبد الكريم علي في دارة الحص معزيا ومهنئا زار السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي الرئيس سليم الحص في دارته مهنيا بحلول عيدي الميلاد المجيد والمولد النبوي الشريف ومعزيا برحيل الرئيس عمر كرامي وبعد اللقاء أثنى السفير السوري في تصريح له على دور الرئيس الراحل كرجل دولة يمثل مبدأ العيش المشترك والانتماء إلى الوطن كان الرئيس عمر كرامي الشقيق والصديق والصورة الأخرى للوطنية وللموقف وللانتماء وعن قرار الجانب اللبناني فرض تأشيرة دخول على السوريين بدءا من الاثنين في خطوة هي الأولى في تاريخ العلاقات بين البلدين رأى علي أن هذه الخطوة تأتي في استياق الإجراءات التنظيمية إجراءات أراها محاولة لإيجاد عوامل تنظيمية نتيجة ضغوط كبيرة أزمة كبيرة ربما سهمت فيها سياسات السابقة للحكومة أو لضغوط خارجية وشدد علي على أهمية وضرورة التعاون والتنصيق الأمن بين الحكومتين اللبنانية والسورية بشكل متكامل مؤكدا الوقوف إلى جانب المؤسسات الأمنية اللبنانية أشار لواء عباس إبراهيم في مقابلة مع رويترز إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية داعش يحاول السيطرة على منطقة القلمون كي لا يكون هناك تعددية عسكرية في المنطقة مؤكدا أن التنظيم لا يريد أن يسيطر على القلمون فقط للسيطرة وإنما لتأمين ظهرها في المنطقة عبر السيطرة على قرى لبنانية على تماثل مع منطقة القلمون وأضف عباس أن القوى العسكرية والأمنية على جهوزية تامة وتتابع الأمور في كل تفاصيلها في إطار خطوات لمواجهة هذا الاحتمال وردا على سؤال عن احتمال وقوع تفجيرات جديدة في مناطق حزب الله قال عباس أن المخاطر لا تزال موجودة ولو لم يكن هناك مخاطر لما كان هناك انتشار عسكري حول الضحية المخاطر موجودة والاستهداف موجود والتهديد موجود ويكاد يكون شبه يوميا وبالعلن اشتباكات بين الجيش السوري وحزب الله من جهة وجبهة النصرة من جهة أخرى في جرود فليطة تفاصيل عبر الهاتف مع زميل رامز القاضي رامز ماذا عن تفاصيل هذه الاشتباكات الدائرة اليوم في فليطة؟ نعم كاترين صحيح صباحة اليوم حاولت جبهة النصرة وعدد من ألوية المتلحين المتواجدين في جرود فليطة التقدم باتجاه البلدة وشنه هجوم باتجاه حاجز ما يعرف حاجز أساسي ونقطة أساسية للجيش السوري وحزب الله شمالي غرب فليطة ووقعت بينهم وبين عناصر الحاجز وعناصر الحزب اشتباكات عنيفة تتحدث معلومات ومصادر حزب الله والجيش السوري من القلمون عن أن الجيش السوري والحزب أوقع على عشرات من القتلى في صفوف النصرة وفيما لم تذكر أي معلومة رسمية حتى الآن عن وقوع إصابات في حزب الله أو الجيش السوري ولكن بخلفية هذا الهجوم صباح اليوم فأن هذا الحاجز يشكل نقطة أساسية فيما إذا المسلحون وجبهة النصرة يودون أن يؤمنوا ملجأ بهذا الشتاء وقبيل العاصفة والنزول باتجاه بلدة أفليطة التي يسيطر عليها الجيش السوري والحزب وبالتالي استمات الجيش السوري والحزب في الدفاع عن هذا الموقع وصدوا بحسب المعلومات الهجوم وفي هذه الأثناء بحسب مصادر سورية من القلمون يسود هدوء حذر في تلك المنطقة التي وقع فيها اشتباك عنيف صباح اليوم شكرا لك رامز في معرض راشيد كرامي في ترابلوس واصلت عائلة الراحل رئيس الحكومة الأسبق عمر كرامي تقبل التعازي وكان من أبرز المعزين رئيس اللقاء الديمقراطي النائب الممدد وليد جملاط على رأس وفد من اللقاء وقد وقف إلى جانب العائلة متقبلا التعازي ومن المعزين أيضا الرئيس أمير جميل على رأس وفد من حزب الكتائب وسفير سعودي في لبنان علي عواض العسيري ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي والوزير السابق محمد الصفدي والنائب السابق أسامة سعد كذلك قدمت واجب العزاء شخصيات نيابية ووزرية ووفود دينية وحزبية وعسكرية إضافة إلى وفد من هيئة التنصيق النقابية ووفود شعبية تقاطرت من مختلف المناطق اللبنانية وتحديدا الشمالية بعد الأعلام تضامنا مع عائلة الطيار الأردني أهلا بكم من جديد فلسطين تتقدم بطلب العضوية في المحكمة الجنائية الدولية سلم الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة إلى مقر المنظمة الدولية وثائق الانضمام إلى نظام روم الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية ومعاهدات دولية أخرى وأكد المراقب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور تسليم الوثائق في مقر المنظمة إنها خيار نسعى من خلاله إلى تحقيق العدالة لكل الضحايا الذين قتلتهم إسرائيل إنها خيار نسعى من خلاله إلى تحقيق العدالة لكل الضحايا الذين قتلتهم إسرائيل طلبنا رسميا اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بأثر رجعي فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبت أثناء الحرب الأخيرة في غزة وأصدر المكتب الصحفي للأمم المتحدة بيانا يقول أن مراجعة الوثائق قائمة بهدف تحديد الخطوات التالية الملائمة زار وفد من سفارة البابوية في الأردن يرافقه رجالو دين مسيحيون عائلة الطيار الأردني معاذ الكساسبة الذي أسره تنظيم داعش وقد أبدى الوفد للعائلة تضامنه معها وتمنياته بأن يتم الإفراج عن الطيار في وقت قريب ناشد الإخوان في الدولة الإسلامية أن يعتبروا ابنهم ورفيقهم إن شاء الله في الصلاة يحسنوا وفاته ويعتبروه ابن لهم وضيف في هذا اليوم في عيد المولد النبوي الشريف إن شاء الله أنه يتكرموا على معاذ يتكرموا على أهل معاذ وعلى كل محبي مع معاذ بإطلاق صراحه قريبا نسأل الله ذلك رأى الرئيس الصوري بشار الأسد أن المرحلة التي نعيش فيها مشوشة لكنها مرحلة مفصلية لا خيار وسطا فيها فأما المضي باتجاه الهاوية بالنسبة للمنطقة كلها وسيدفع الغرب ثمنها وأما المضي باتجاه الحل وتابع الرئيس الصوري في حديثه المفتوح في لقاء مع كوادر حزب البعث بحسب صحيفة الأخبار أن الأمريكيين والغربيين وحلفائهم في حال ضياع كامل وقد بدأوا بالاستدارة لكنه تحول بطيء جدا كونهم صعدوا أشجارا عالية وأضاف الأسد نحن لم ننجح في الماضي نفرنا الناس نفرنا البعثيين قبل غيرهم أنا شخصيا لم أكن أحضر للشماعات الحزبية في الجامعة لأنها كانت غير مقنعة وغير منتجة وتابع ما سموه انشقاقات كانت عملية تنظيف جيدة جدا إذ طهرنا الحزب من الاندهازيين مشيرا إلى أن هناك تيارات سياسية صاعدة منها تيارات موالية للدولة لا بد أن نتواصل معها في الخاص وسطاء عينوا أنفسهم في قضية تحرير الأسرى العسكريين تحقيق يمنى فواز وسطاء بالجملة كل ينصب نفسه وسيطا كلفته الجهات الخطفة في أكثر القضايا دقة وحساسية قضية المخطفين اللبنانيين لدى جبهة النصرى وداعش وسطاء لم يوسطهم أحد والمسؤولون في خلية الأزمة لا حياة لمن تنادي بعدما سمي أحمد لفليتي وسيطا رسميا من قبل الحكومة اللبنانية وداعش كقناة وحيدة للتفاوض من أجل إطلاق سراح العسكريين المخطفين يعد فجأة إلى الأضواء الشيخ وسامن وصري مدعيا أنه مكلف من داعش ومزود مجموعة من المطالب هذه هي البنود السلاسة أما الآن فقد وصلني هذه الرسالة وهي من الدولة الإسلامية وهذا كما سبق وذكرنا أن هناك مفاجأة ستعلن أثناء إقامة المؤتمر تعلن الدولة الإسلامية عن وقف قتل العسكريين أو تعرضهم لأي أذى وقد علمت الجديد أن داعش لم تعين الشيخ وسام وسيطا لها ولم تعطيه أي من المطالب التي أعلنها وأن جل ما يفعله أنه يجور في عسال ويتلقطوا بالمعلومات كما أن اتصالات الخاطفين بالأهالي أكدت أن لا وسيط سوى الفريتي وأنهم يرفضون المصري وسيطا المفاجأة الثانية علي أقير خليل مجددا في قضية المخطفين يدلي بمعلومات لا تنتهي في كل مكان ويدلي لوسائل الأعلام في كل الاجتماعات والتجمعات منصبا نفسه سفيدا لحقوق الإنسان لا يجينا لكي نبرز إعلاميا ولا يجينا لكي نقول للأهالي عننا شي وما عننا شي ياللي بدي أقول حرفيا كنا عن نتواصل نحن عبر أحد الوسطاء لذلك سنعود إلى تحقيق سابق بثته قناة الجديد عنه تحديدا غبت شوائع عن الإعلام له في كل عرسين قرس نحن الجاملية تأتنا تأسس سنة 154 ومسجلة بالإمام المتحدة تتأكد لنا أن المنظمة التي يمثلها السيد علي خليل لا تمتصلها إلى الإمام المتحدة نعم وبالتأكيد في مجال حقوق الإنسان هذا المكتب مكتبي هنا هو مكتب مفوضية سامية لحقوق الإنسان وهو الوحيد المخول للحديث بإسم مفوضية حقوق الإنسان في جنيه نضع هذه المعلومات في عهدة خلية الأزمة إن كانت لا تعلم وننبه أهالي المخطفين من أي معلومات قد يأتي بها خصوصا أن هناك معلومات بأن حادث الصيفي بين أهالي المخطفين والقوى الأمنية التي كانت نتيجة رسالة هاتفية مفادها أنه سيتم أعدام اثنين من العسكريين لعلي عقير خليل ييد فيها إذن كفت تلاعبا وشحذا نجومية على حساب المخطفين وأهليهم من قبل متطفلين ولتصحوا خلية الأزمة من أزمتها يمنى فواز قناة الجديد الجديد اتصلت بالشيخ وسام المصري للاستضاح عن تكليفه ملف الوساطة لكنه لم يعطي جوابا شافيا بداية الأمر كان من مكلف مقادة الجديدة من مصر ونزل بيان رسمي وعرضو حضرتكم وعرضو تسائل القنوات كلها ياته تاني شيء تاني شيء سيد جورج لنقول نحن هالشخص هذا ما نمو مكلف هذا فيه استخدام كتير كبير بالقوى الأمنية وخلية الأزمة يا هل ترى أنتوا قادر الناس جنود عرسال ممكن حدا يطلع ليه بدو التنسيق مع مكتب الأمنيين ومكتب اللواء عباس إبراهيم يعني سؤالكم بيقاله أثمان أما استخفاف بالخلية الأزمة وأما استخفاف بالقوى الأمنية في حواجز مخابرات في حواجز جيش في حواجز لفصائل تانية على كل حال شيخ في ممرات ممكن يمر من خلال الواحد يعني مش بالضرورة أنه يمر عبر الحواجز ويكون طالع بعلم الأجهزة والقوى الأمنية فأنت الحكومة ممكة الفتاك يعني لم تقبل بك أو لم تصدر تفويد رسمي لألك من قبل الحكومة أو الدولة اللبنانية وبالوقت نفسه داعش الطرف الأساسي الدولة الإسلامية أيضا لم تتبنى تكليفك فبهالإطار كيف تتابع؟ ما فيش اسمه لم يتبنى ما فيش اسمه لم يتبنى أكبر دليل وكني نزلت عربت المطالب ليش الدولة الإسلامية اللي هلما طلعت نقط على الشيء هذا؟ طيب وما أكدته بس ما أكدته يعني هاي دي المطالب اللي أنت عرضتها لم يصدر هناك تأجيل وبعدين وين صارت هالمطالب؟ يعني حتى الحكومة أو الدولة اللبنانية لم تأخذها على محمل الجد يبدو لحد الآن هذا الشيء يرجع لخلية الأزمة للحكومة اللبنانية أنا اللي عليها عملته حطيته الطابة بملعب الدولة اللبنانية وأكثر من هايك ما عد فيني يتعد خطوطي بعد الإعلان شهيد فلسطيني برصاص مصري أهلا بكم الجديد قتل شاب فلسطيني يبلغ من العمري 17 عاما برصاص الجيش المصري في مدينة رفح على الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر وفقا لوزارتي الصحة والداخلية في غزة وقال أشرف القدرة المتحدث باسم الوزارة إن شاب زكي الهوبي أصيب برصاصة في الظهر استقرت في القلب ما أدى إلى وفاته على الفور مشيرا إلى أن جثته نقلت إلى مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح بدوره أدان إياد البزمة المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة مقتل شاب واعتبره تطورا خطرا واستخداما مفرطا للقوة ولا ينسجم مع علاقة الجوار بين الأشقاء معين أن الأجهزة الأمنية تجري التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث وصلت إلى ميناء كوريغليانو الإيطالي مساء أمس سفينة شحن على متنها 450 مهاجرا غير شرعي بينهم نساء وأطفال أنقذتها البحرية الإيطالية بعدما هجرها تقامها وسط بحر هائج قرب السواحل الإيطالية ولم تحدد البحرية جنسيات المهاجرين إلا أن وسائل أعلام إيطالية قالت أنهم جميعا من التابعية السورية وبلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا العام الفائت أكثر من 160 ألفا معظمهم من السوريين والأريتريين أعلنت السلطات الماليزية أن الطائرة التي تحطمت لأحدى الماضي سلكت مسارا غير مسموح لها بسروقه كما أعلن مدير عمليات البحث والإنقاذ الإندونيسي صباح اليوم عن رصد قطع كبيرة يعتقد أنها جزء من هيكل طائرة إير إيجيا وقال في مؤتمر صحفي أن فلق البحث رصدت جزئين كبيرين من الطائرة على عمق 90 قدما في بحر جاوة مشيرا إلى محاولات لالتقاط صور لهذه القطع وتشارك في عملية البحث قبالة جزيرة بورنيو ببحر جاوة سفينة فرنسية مزودة بأجهزة لرصد الصوت تحت الماء وعلى متنها خبراء من فرنسا وسينجافورة وإندونيسيا قانون السير في لبنان الرسمي والافتراضي في تقرير لناصر بلوت سيرا على مواقع التواصل الاجتماعي انتقم المواطنون من دولتهم وفرضوا عليها غرامات تفوق تلك التي فرضتها في قانون السير الجديد وبينها افتراضيا السير على طريق غير مضاء وغرامتها عزل وزير الطاقة زائد دفع 250 ألف ليرة لبنانية مرور موكب أمني متهور الغرامة السجن لصاحب الموكب زائد دفع 750 ألف ليرة لبنانية النزول في حفرة الغرامة عزل الوزير الأشغال زائد دفع 400 ألف ليرة لبنانية أما سيرا تحت سقف القانون فماذا في البنود التي ستبدأ بالتنفيذ في مطلع شهر نيسان المقبل؟ أرثى وأسس لأجهزة ومؤسسات بترعى هذا القانون وبترعى تطبيقه وأجهزة رقابية بتراقب المؤسسات العامة والخاصة في وحدة مرورية للسلام المررية معهد مروري للسلام المررية أيضا حول مكاتب تعليم القيادة لمدارس وما للكلمتين من معنى المكتب له طابع تجاري بينما المدرسة الليها طابع رسالي وأيضا تبغي الربح ولكن إلا طابع أكتر رسالي رفع مستوى خبراء السير ومدربية تعليم القيادة فألزمون أن يكونوا يحصلوا على إجازة تأس شهادة امتياز من مدرية العاملة التعليم المهني والتقني بالإضافة إلى رفع العقوبات والغرامات والغرامة بتكون تصاعدية وفقا لخطورة المخالفة على السلام المرية يعني على الصائق والركاب المركبي والمشات وغير من الصائقين يعني جميع مستخدمي الطريق أرسى أيضا ووضع نظام النقاط وهذا نظام لديه من المساواة في العدالة الاجتماعية أيضا لأنه في أشخاص إذا كانت الغرامة قد ما تكون مرتفعة في أشخاص يستطيعون أن يدفعوا ويسددوا هذه الغرامات هذا القانون لم يلحظ الفوضى الهندسية ولا حق المواطن في القيادة على طرقات آمنة ومجهزة أكيد المخالفات الآسية بتغير إنما هي لحالة ما بيكفي لازم يكون فيه توعية كمان لأنه الدراسات أثبتت أنه 85% من سبب الحادث المسئولية بترجع للسائق إذا نحن حطينا غرامات عالية وما طبقناها ما رح نلاقي نتيجة نحن من ناشد القوى الأمنية المسئولة ووزارة الدخلية أنها تتشدد بتطبيق الأوانين وتتشدد على فترة طويلة ما تكون فترات أينية أقرباء السياسيين السياسيين المواكب كمان عم بيسخلفوا ما أحد عم يتعرض لهم يعني عملية الوصايت يلي عم يطرحها هذا الشخص يلي ما عم يتنفذ لأنهم بحقه معرض معرض لاستضام مروري وللقتل أن يؤتل غيره أكثر من الأشخاص يلي هني عم يسجموا مع الأنون عدد ضحايا حوادث السير تخطى ستمائة قتيل في العام الماضي ما يستوجب رادعا وقيودا تحد من هذا النزف ولكن الدولة أوقعت مواطنها في حفرة اسمها القانون ناصر بلوت قناة الجديد كان في هذه النشرة فلسطين تقدم وثائق الانضمام للمحكمة الجنائية المشنوق بعد لقائه مطر واضح أن المفاوضات متقدمة معادة متراجعة ومعادة بردي مثل الأول التعازي في معرض رشيد كرامي بالراحل عمر كرامي ختم نشر شكرا للمتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر